أهلا بكم مشاهدين من جديد لآخر محطاتنا في هذا الصباح اللي مصدف فيها الفنان والمغني أحمد فودي ونتعرف عليه وعلى مشواره الفني خصوصاً أنه جاينا من منطقة الطيبة في الأراضي المحتلة عام 48 أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحاً أهلا سيلاً صباحاً طول يعني أحمد خلينا نتعرف عليك من إنت أنت بلشت مشوارك الطيبة وشكراً إذك إنك جاينا من الأراضي المحتلة عام 48 وليش صباح الخير بوجه تحية لكل الجميع أحمد فودي من الطيبة الزعبية اللي هي طبعاً مش شي طيبة المثلث طيبة مرج ابن عامر للطقع نواح الناصر وهيك أبشي لك في هذا المشوار الفني؟ تسع سنين هيك شيء يعني كيف بلشت في هذا المشوار؟ طبعاً في المدرسة في البرامج في جوقة المدرسة ومن هناك أنا اتطورت أنه رحت تعلمت على قلتي عزف العود وتعلمت موسيقى كمان سنتين في الناصر وكمرت بر يعني في المسيرة بتكمل إشيات والآخر طيب مين اللي كان الدعم أو المكتشف لهذه الموهبة لحد ما يعني اكتملت؟ طبعاً الأهل ومن الجوقة المدرسة يعني من حفلة آخر نهاية الفصل وهيكا فمن هنا طيب خيراً نسمع في شيء بهذا الصباح نعم 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 الله الله يرضى عليك يا ابني يا ابني ضعرين كسر والهم دوابني يا ابني خود ليلة بنضيعة الله ترتاح معه وما بتتعبني الله الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني من الواضح انك تقطع شق الطرب والمواويل سأجد انت لأيش بتتميل اكثر في النوع الغناعي لون الجبلي ليش من ملة لهذا يعني من هو القدوة خلان نحكي في هذا مستاذ وديع الصف رحمة الله عليه الله يرحمه طيب انت شاركت في نيو ستار احمد لو تحكي لعا شوي عن هاي تجربة كيف ساعدتك اكتر برنامج نيو ستار لانش تركت فيه كنت وقته بصف تاسع من اليوم عمر 25 سنة فبرنامج كثير حلو برنامج اللي هو ساعدني كثير انه كيف الواحد يتقدم في المجال الغناء برنامج كثير حول يعني كيف كل برنامج يعني كيف الواحد تكون اول خطواته في بداية المسير الفني ما تفكرت تشارك في برنامج منتشر بشكل عربي وعالمي اكثر عشان الناس تعرفك؟ احنا منقول ان شاء الله يعني ما فكرت تشارك في عرب ايدل مثلا زي محمد عساف زي عقوب شهين هذا بساعد الفنان دايما كمان ينشر رسالته الفنية بشكل اكبر صح اول ما انطلق برنامج عرب ايدل انا قدمت فيه يعني كنت في الاودشين الاول كنت في الاودشين الثاني في الوقت كان في جراند بارك فرام الله ما بعرفش يعني كيف ما انت بتحكي انا عملت اللي علي والباقي عرب العالمين اكيد يعني انه قدمنا الوراق قدمنا كل اشي وما حداش انتصر ولا اشي ما بتفكر كمان لقدام المشاركة ان شاء الله يعني احنا هون نيجي على البرنامج عشان انتو زي ما تقولو اعلام وما المشكلة بنرجع لليوم يعني فش شركات انتاج الليوم يعني تتيجي تحكي مثلا شركة انتاج تاخد مثلا تدعم فنانين اشي في الشي يعني بلا مؤخذة انا اللي يعني انا عملت ألبوم طربي وعملت اغاني خاصة الكتيري انتاجاتك الفنية طبع كيف احكي لنا اكتر عن الموضوع يعني انا اليوم انتجت ألبوم طربي بتحكي على 12 غناي من كله اغاني قديمة طبعا استوديو عميد خوري في ترشيحة طبعا بتشكرهم بوجههم تحية لكل بن ادم ساهم في هذا العمل وطبعا بوجه تحية لأخوي ورفيق الدرب سكر صارح ابو الصالح اللي هو متواجد معنا هنا في الاستوديو بمارض يفوت لأسباب يعني زي ما بتكتحكي مشروع كبير ضخم انا عملته وصرته للبرامج مثلا وانتو عفداي اول برنامج يتصل علي ونستضيفه في الالبوم وهيك اكيد اكيد نتمنى لك التوفيق يا احمد السادق في مقرود طبع للعمر واكيد لسا الحياة قدامك انك كمان تنشر يعني ليس فقط في الاراضي الفلسطيني يعني ممكن مش كتير منتشر او مش كتير الناس بتعرفك ولكن اكيد مع الوقت اكيد ان شاء الله بعد هاي المقابلة كمان تلاقي فيه دعم اكبر للك اكيد خلنا نسمع كمان اغنية ونستكمل الحوار يلا بدك تغني لاشي من اشي معروفة ولا بدك انت من انتاجك في من انتاجي في غانة معروفة يلا خلنا نسمع اشي طبعا غنيت صعب المسألة لكلمات والحان ادهم سلوم تسجيل وتوزيع موين شعيب مش عارف عحلي بكي ولا يفرح لك ولا يدعي لك مع غيري تعيش بسعادي لا انا تركتك ولا انت تركتني الحب هو اللي تركنا بين الحاضر والماضي راح انساك لو مهما صعب المسألين في كوبالك حياتي ما راح تنتهي اللي معاك عشت الخرام بلا وعي حياتي اللي معاك هاي غني خاصة عليك ما شاء الله هل يعني في انتاجاتك بتحاول تروح يعني بتسير في تنويع للفنان أكيد بتنيد انت للنوع الترابي ولكن الفنان دائما لازم يكون شمولي وغني كل الأنواع هل بتنيد للنوع الغزلي؟ هذا اللي اكتر ميال الرومانسية الرومانسية اه ايش الفنانين بتحب تغني لهم اكتر غير وضيع الصافي كمان ام كل توم ملحم بركات من الأجيار الشابة فيها الناس بتتبعهم او بتحاول انه بتطمح تكون زيهم؟ انه ف يعني انه هذا الدور القديم يعني الدور القديم اللي انا دائما بركز ومثل ما انت تفضلت يعني اليوم تعالي مثلا نشوف الجيل جديد ففش عنده هاي ما يعني نكرو الأصل في المسيرة الفنية يعني اليوم كل الجيل جديد كله حب ومش حب يعني انا صاح انه عملت غناية خاصة إلي اللي هي بتحكي عن الحب وعن الرومانسية بس لا انا هون عملت بصمة عملت بصمة يعني انا ما نسيتش لا وديع ولا ملحم بركات ولا اشي فانه الجيل جديد اليوم كله رايح انحرف يعني نحكي احمد شوي عن مشاركاتك في وين بتغني وين ناس بتشوفك كيف ممكن ناس تتواصل معك في الاعراس طبعا انا مطرب اعراس وفي الحفلات راس السيني في البرامج وين الواحد بدي روح يعني كل مهرجانات كما بتشارك كل مهرجانات طبعا انا كنت في مهرجان موازين في المغرب واجهان كثير عرضات في اوكراينا ورومانيا والحمد لله يعني الشغل عم بفتح يعني عم بجيني طلب من برا اكيد انا اليوم برضو احنا عندنا الخميس اللي جاي ب 24 الشهر عندي برنامج طبعا نوجه تحيل للأستاذ والمايسترو مرسبياتي اللي راح يكون زي امسي اللي موشحات وصباح فخر وهي الامور فبرضو راح يستضفونا في دول يعني احمد بعيدا او خلنا نحكي شوي عن الصعوبات اللي بتوجيهها لانوشر هذه الرسالة الفنية بعيد يعني خلنا نحكي عنها اكتر خصوصا انه نرجع بنحكي انه لسه مش كتير معروف في فلسطين اكتر ايش الصعوبات اللي بتوجيهها يعني غير الانتاج الفني والصعوبات المالية كمان طبعا طبعا هذا جانب من الجوانب ايش الصعوبات التاني بتوجيهها كثير كثير يعني انا بدا احكي لك شغلي يعني الالبوم اللي انتجته طبعا انتجته انا والاخ والصديق سكر صالح بوجره تحييه تعبنا كثير البوم يعني اش اشتغلت عليه حوالي سنة كاملة من 2018 وان اشتغل عليه ليالي ونهار يعني ليالي الليل بنهار ونهار بالليل تأنتجت هذا الاشو طبعا كله يعني تحكي على مبالغ المباغ اللي هي هائلة فالحمد الله رب العالمين يعني عم نركض اكيد عشان توصل هاي الرسالة صح صح مش بالسهل مش بالسهل يعني اليوم برجع وبحكي لك فيش شركات انتاج فيش حديد عمي فيش حديجي قولك والله عم صوتك حلو تعالت ندعم كل اشه ليش من عرق اشبينك كيف بحكوها انت بتبني حالك اكيد يعني ما حاولت انشر يعني انت موجود في الداخل المحتل ممكن هاي كمان تكون عقبة لنشر الرسالة للك هل تعتقد انه هاي عقبة كمان وقف بالك انه ما مش يعني طب ما حاولتش تتواصل مع مؤسسات ممكن تتبناك عشان تساعدك في مشوارك حاولنا كثير حاولت كثير انت بتحكي مع انسان اللي انا طارق كل مواب اتقضيت يعني ما خليتش فيش باب ما فتحتوش يعني محمد الله العالمين الله شو كان يحكو لك ليش ما كانوا يعني يتبنوك ما في اسباب معين اسباب عندهم مش عندي ما كانوا يحكو لك ليش ما كانوا يرفضوك او شي لا ما رفضو يعني انا عدة برامج اللي كنت اخوضها مرتبة اولى مثلا في سوبرستار شروك حتى في نيوستار وفي برنامج عرفزيون الاخر العربية يعني كنت في مراحل كثير كثير حلوة واخد شهدات فيها والحمد لله يعني اليوم نحنا هنا عم منوصل يعني مختصر يعني انا بدي اوصل رسالتي للعالم يعني تيجي الناس بتشوفك في الشارع في المطاعم في الكذا يعني احمد عندك صوت حلو حضورك حلو انت انسان متواضع كذا طب ليش ما في ناس تدعم في ناس كذا توصل فش هاي انا انا بتفكر ممكن تطلع لبرا ازا يعني جو الداخل او في بلدك مش مش كتير منتشر انا الحمد لله ام امن في شغلي وحدي انا صوت رح اوصله اكيد كيف وليش لو بانط على الصور لو بانط وين صوت رح اوصله اكيد هذا التحدي لابد انه يوصل في يوم من الايام ان شاء الله وان شاء الله يعني الناس تعرفك اكثر وتصير مشهور اكثر اه وتعرف وتوصل هاي ذا الرسالة خلنا نحكي الطموح اللي انت حابب توصله طموح يعني زي برامج زي عرب ايدل مهرجانات في الاردن اي اللي يعني الواحد بتطلع من من مطربين السابقين ان شاء الله انو منصل هاي المرحلة ان شاء الله يكون منبر الله صبحكم بالخير هو الانطلاق الايلك في مسيرتك الفنية واكيد احنا من الدائمين وهذا مش اول لقاء رح يكون رح نظل مطبعين معاك يا عحمد وشكرا اليك انك جيتنا جيتنا من الداخل بالرغم من السعبات ومسافة الساعات اني حكيتلي من السبعة وثلتة لمن البيت سبعة وثلتة وصرت لهون ان شاء الله يعني هذا كله التحدي عشان توصل انت الرسالة انت ناوي عليها خلينا نختم معك في هذه الاغنية يا واذا بدك وصلة كمان مش ضروري يعني اغنية واذي الماسترو طب قبل ما نسمع الاغنية بدى اودع المشاهدين واشكرهم على طيب ونشكرك انت كمان احمد على هذا القدوم وعلى شكرا اليك جيتنا من الداخل كمان مرة واكيد منشكر كل الاضيوف اللي ورافقوني اليوم في هذه الحلقة بدنا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا في هذا الصباح اكيد نستنعكم بكرة في نفس المواعد على ساعة 9 مص ابقوا معنا ولكن لازم نختم مع احمد فودة ايام اللي راح ايام العذاب المرّة وسنين اللي راح تعني انسى يا قلبي بعد ليل الغرب صاب الفرقة صابي اكفيها النسيان شكرا شكرا اشتركوا في القناة